موسيقى موسيقى خلينا هيك نحكي شوي عن مجلة أسامة بذكرى تأسيس الخمسين تمام يعني هذا عام 2019 هو بصادف ذكرى يعني مرور خمسين عام على تأسيس مجلة أسامة العدد الأول منها صدر في الأول من شباط عام 1969 طبعا في هذا العام أصدرنا عددا خاصا يضم أجمل المواد التي نشرت في المرحلة الذهبية للمجلة هذا كان عدد شباط الماضي وأيضا يعني أقمنا عدد من الأنشطة التفاعلية مع الأطفال في هذه المناسبة وبالأمس كنا أمام نشاط جديد هو المعرض الأول لفناني مجلة أسامة طبعا فناني المجلة من الرعيل الأول المؤسس وأيضا من جيل الشباب الذي يعمل مع المجلة اليوم نعم يعني المعرض الفني الأول إن شاء الله يكون في معارضة تانية عم تتبعه خلينا نحكي شوي عن خصوصية مجلة أسامة الفنانين المشاركين فيها نحنا كنا نتذكر من أيامنا كان فيه مسابقات أحلى صورة أكتر شخص متفاعل أحلى رسمة كان فيه هذا التفاعل إضافة إلى تعليم اللغة العربية اللي نحنا فعلا كنا تعلمنا أكتر أنه نقرأ القصص باللغة العربية فشو الخصوصية لهذه المجلة؟ بالتأكيد يعني مجلة أسامة هي صديقة الأسرة السورية تعرفها أجيال كثيرة من السوريين عبر الخمسين عام التي مرت لا نزال يعني إلى الآن بالنسبة للغة العربية أمر أساسي الحفاظ على هذه اللغة الجميلة فعندما تتصفحين مواد المجلة تجدين أنها مكتوبة بلغة يعني واضحة وسليمة ويفهمها الطفل العربي يعني تلائم المعجم اللغوي للطفل أيضا الجانب البصري في المجلة يعني ما يتعلق بالرسوم هو أمر أساسي جدا يعني لا يقل أهمية عن النصوص المكتوبة فبالتالي نحن نحرص دائما على أن يكون هناك تنوع في الرسوم لا سيما أن الرسوم موجهة إلى الطفل هي مدارس واتجاهات وأنواع وأشكال بالتالي نحرص على أن يكون هذا التنوع موجود على صفحات المجلة من هنا يعني كان المعرض الذي أقمناه بالأمس والذي يستمر إلى يوم غد يعني لكي نشجع الفنانين الشباب الذين وقفوا مع هذه المجلة لا سيما في السنوات الصعبة التي مرت وقدموا هذه الرسوم الجميلة للأطفال بكل حب بكل تفاني ورغم صعوبة جميع الظروف يعني أحببنا أن نقول لهم شكرا في الوقت نفسه أيضا أحببنا أن نربط الماضي أو الحاضر بالماضي من خلال يعني الفنانين الأوائل المؤسسين كانوا هم ضيوف شرف على هذا المعرض نعم نشوفهم قدش عدد الفنانين يلي شاركوا بالمعرض تقريبا طبعا وخلينا هيك نذكر شو أهم العروض يلي كانت موجودة تمام يعني شارك معنا في هذا المعرض قرابة 22 فنانا وأيضا الفنانين الأوائل لدينا قرابة 7 فنانين كل فنان كان له قرابة الأربع لوحات طبعا هذه اللوحات هي منشورة سابقا على صفحات المجلة فالرسامون يعني أتونا بالأصول أصول اللوحات التي رسموها وتم عرضها بالأمس فبالتالي عندما تتجولين في هذا المعرض تجدين تنوعا يعني كبيرا في كيفية رسم اللوحة الموجهة للطفل يعني كل فنان له بصمة خاصة عندما يخاطب الطفل برسومه وألوانه طبعا الهدف أيضا يعني تعزيز الثقافة اللونية عند الطفل السوري هذا أمر مهم جدا يعني قد يستهين به البعض ولكن هو يعني الجانب البصري عند الطفل هو جانب أساسي جدا الطفل بشكل أو بآخر هو كائن بصري سحيح فبالتالي نحاول من خلال تفاصيل وتجذبه من خلال هذه الرسوم نستطيع أن نجذب الطفل إلى أن يقرأ المادة المرافقة للرسوم وبالتالي تصل له القيمة الجمالية والتربوية وكل ما نريد إيصاله من خلال العمل نعم خلينا نحكي قبل ما نحكي عن أساليب التكنولوجيا الحديثة اللي هلأ صارت بهذا الوقت بالإضافة للمجلات الورقية يعني صار فيه تير فيه فجوة بين الأمور السهلة والأمور الشخصية اللي بيصار فيه تنافس خلينا نحكي كمان عن موعيد الزيارة للمعرض قبل ما ننتقل المجلة هيك بالتفاصيلة عم يتم استقبال طلاب المدارس كان الافتتاح مبارح يمكن الافتتاح كان بالأمس يعني وموعيد الزيارة طبعا هلأ حسب الدوام في مكتبة الأسد الوطنية وحسب الأنشطة المرافقة للمعرض فبالتالي لدينا فترة صباحية وفترة مسائية أيضا يعني اليوم مثلا هناك فترة صباحية تنتهي في الثانية والنصف وأيضا فترة مسائية من الخامسة وحتى السابعة ربما كذلك يوم غد يعني المعرض مستمر ثلاثة أيام نتمنى لكم كل التوفيق فيه رح نرجع نحكي مثل ما قالت زينب أستاذ زاقحتاني يعني بالقاوين الأخيرة صاروا لولاد فعلا عم يكونوا عم يستسهلوا أهلهم بيحطوهم على اليوتيوب بيحطوهم بيعطوهم تاب لحدا يتفرجوا على أفلام كارتون أو حتى قبل كان المواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب وغيرها كان في تلفزيون بفترة من الفترات والأفلام الكارتونية اللي هي فعلا بتجزو بالأطفال هون نحن شو دور الأهل لحتى يظلوا يحافظوا على موضوع وجود المجلة في المنزل وهي شو بتطفي على الطفل يعني شيء مختلف من التعلم ومن غير المجلة أو الشيء الورقي تمام يعني بالتأكيد نحن أمام تحدي كبير فيما يتعلق بيعني تطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات فعملية جذب الطفل إلى المنتج الورقي يعني هو أمر صعب جدا في هذا الزمن ولكن على الرغم من ذلك نحن نستطيع أن نضع خطط كثيرة لكي نستطيع أن نجذب الطفل إلى المجلة الورقية منها طبعا دور الأهل بالدرجة الأولى تعزيز ثقافة القراءة عند الطفل من خلال دور الأهل أيضا دور المدرسة يلعب دور كبير والدور الأكبر هو يعني ملقع على عاتق المؤسسات المعنية بالطفل في وطننا يعني مثلا مجلة أسامة الآن تصدر بهذا الشكل الورقي بشكل جميل جدا ومدروس من كافة الجهات إذا استطعنا مثلا أن نوصلها إلى الطفل عبر محتوى الكتروني كما هي نكون قد قطعنا خطوة في يعني في رحلة الوصول إلى طفل اليوم الذي ربما أصبح عازفا يعني عن القراءة الورقية يعني الأمر يحتاج إلى يعني مزيد من الجهود طبعا أمر إصدار مجلة أسامة الكترونيا بشكل دائم هو أمر يعني ربما يكون مكلفا ماديا ولكن قد نجد يعني صيغة معينة نستطيع من خلالها يعني تصبح مجلة أسامة بشكلها الورقي والإلكتروني نعم فينا نشوف المجلة حتى نعرضها شوية على الشاشة خلينا نحكي بمأنو عم نحكي عن هذا التنافس بين وسائل أتل طبعا عصر السرعة مثل ما عم نقول للتواصل الاجتماعي وأيضا اللي عم تسبب ضياع للأطفال يعني فيه إشياء ما لازم يشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا عمرهم فيه رسائل توعية مفروضة تكون موجودة هل هي موجودة عم تتوجهوا بهذه القصصة عبر المجلة؟ بالتأكيد يعني جميع المضامين الموجودة في المجلة من قصة مصورة والسيناريو وقصيدة وحتى المواد المعرفية يعني نحرص دائما على أن يكون هناك قيم تربوية يستفيد منها الطفل السوري فعندما تقرأين أي مادة في المجلة تستطيعين أن تحصل على قيمة ما قيمة مهمة طبعا وليست قيمة مكررة تخص طفل اليوم وليس طفل الأمس وهي شارك الأسئلة هاي الكوبون اللي موجودة داخل المجلة لا مشاركتها كمان هي بتشاركية ساتن الأطفال عم يشاركوا بريدية بتأكيد لدينا قرابة لعشر صفحات أنا صغيرة اي والله باباتة كلاياتنا مشاركنا ونحن صغار برسائل يعني برسومات وغيرها صفحة بريد الأطفال فيها مشاركات الأطفال كما تلاحظين في ألوان هيك عم نشوف أنه هي بترزب يعني الجانب بصري مهم جدا نعتني به يعني عناية فائقة كيف بتدرسوا هذا الموضوع؟ مع مين بتدرسوا موضوع؟ جانب البصري التكامل مع الكتابات القصة الشيء المقدم وأيضا نوعية القصص المقدمة في كل مرة تماما يعني بالتأكيد لدينا في المجلة مشرف فني مختص في الفنون ولا سيما الرسم للأطفال يعني هو الذي يشرف على هذه العملية بكل تأكيد عبر الرسامين المحترفين أيضا والذين لديهم باع يعني في الرسم للأطفال وبالتالي نحن نرسل النص إلى الرسام يقرأه يفهم القيمة المرجوة منه ويحاول التعبير عنه بصريا بألوان مناسبة تجذب الطفل طبعا بالتأكيد هناك ضوابط ومعايير لهذا الأمر طبعا لدينا أيضا مخرج للمجلة مخرج فني والتصميم بشكل عام لتصميم المجلة وتوزيع الكتل والصور والرسوم بشكل عام هلأ بدنا نشوف شي هو هون هذا من البريد ما؟ تماما هي صفحة بريد الأطفال بتحكينا شوية عن بريد الأطفال كيف بتم دراسته التعامل معه؟ بالنسبة لبريد الأطفال عبارة عن رسائل يعني تصرينا من الأطفال إما بشكل ورقي أو عبر صفحة المجلة على الفيسبوك أو عبر البريد الإلكتروني للمجلة أتلقى الرسائل يعني بعناية أقرأها كلها تم تنطيحها وتشكيلها أحاول أن أساعد هذه النصوص لكي تصبح بصورتها المثلة وننشرها في صفحة المجلة مع صورة الطفل هذا الأمر يشكل حافز عند الأطفال ولدينا طبعا كل شهر أكثر من 200 رسالة هناك إقبال من أطفال على النشر في المجلة نعم يعني الفكرة كتير حلوة ميسام هاي مشاركة للأطفال المطلقة هي حافزة إيجابية خاصة لعم نشوف أنه يمكن الطفل بس يشوف أنه كلامه أو أي شيء ممكن يعمله وممكن نصير يقرأ أكثر يبحث أكثر لقدم أفضل معده هذا الشيء كمان بيساعده دراسيا خلينا نحكي هل في أي رسالة وصلتك أثرت فيك حسيت أنه هذا الطفل الموهوب بأسرات أنك تتواصل معه حتى تساعدهم أكثر أنه يكتبوا عنكم بالتأكيد يعني هناك تواصل مع الأطفال أحيانا مميزين ولا سيما الذين يزوروننا في مقر المجلة يعني أنا لاحظت ولا سيما في السنوات الأخيرة أن الطفل العربي السوري هو طفل واعي بالتالي هناك نصوص كان يكتبها الأطفال تتحدث عن بعض التفاصيل التي حدثت في الأزمة أثناء الحرب التي شنت على سوريا فنلاحظ من خلال هذه الكتابات أن الطفل على واعي تام بكل ما يجري حتى في منهم أولاد شهداء كانوا يكتبوا تماما أيضا أبناء الشهداء لهم مساهمات كثيرة وهناك زيارات دورية نقوم بها إلى مدارس أبناء وبنات الشهداء ونقيم لديهم أنشطة تفاعلية فبالتالي علينا أن نولي العناية والاهتمام بالطفل السوري لأنه طفل يستحق كل تقدير هو يحاول أن يفرح يحاول أن يعطي رغم كل الظروف الصعبة يا مواهب الأطفال كثير متعددة كنا عم نشوف صفحة الرسائل هلأ والكتابات هلأ رح نشوف الرسومات فنانو المستقبل كمان هدول الأطفال كيف تتفاعلوا معهم؟ لهم جوائز يا هلترى مثلا للرسومات المشاركة الأكثر جمالا الأكثر تمييزا فينا نقول؟ هلأ بالتأكيد أيضا لوحات الأطفال تصل أيضا عبر البريد بكافة أشكاله أيضا يتم العناية بها وإخراجها بصورة مثلة وننشرها هناك أنشطة تفاعلية نقوم بها مع الأطفال يتم تشجيعهم على الرسم أكثر نعطيهم ملاحظات الطفل عندما يجد لوحته وصورته منشورة بالنسبة إليه هذا أمر كبير جدا يترك تماما ولي أهلت أيضا فبالتالي صفحات الأطفال قد يصل أحيانا عددها إلى عشر صفحات في كل عدد وهي قابلة للزيادة أحيانا أيضا نقيم مثل منحقات صغيرة مع المجلة يكون أبطالها الأطفال كذلك أقمنا أنشطة مع الأطفال الموهوبين الذين تواصلنا معهم نعم يعني دائما فيه كثير من السيدات بيسألوا أنه ليه عندنا طبعا العناية باللغة العربية هي أمر واجب وطبيعي لا طبعا الضلم الطفل السوري محافظة على لغته بشكل ممتاز خلينا نقوله هذا اللي بيتميز فيه الطفل السوري لكن هل عم فيه فكرة لأصدارها بلغات مثلا للغة الإنجليزية وخاصة بتعرف صارت المناهج الدراسية متطويرة وعم تدخل فيها لغات ولازم لوحد يواكب العصر ويكون أوش فيها يعني من ضمن المشاريع والخطط المستقبلية ربما يكون ذلك في فترة لاحقة ولكن الآن أمامنا خطوات كثيرة لتطوير المنتج باللغة العربية الموجود بين أيدينا يعني مسألة توزيع المجلة زيادة عدد النسخ يعني هناك كثير من الأعباء نحاول أن نقوم بها حاليا على رغم من صعوبة الظروف يعني يعني يمكن حتى لو كانت مو مجلة كاملة باللغة الإنجليزية لكن قصة تكون موجودة بتعطي إضافة وبتعطي تجدد يعني هذا ابتراح جميل يعني سنأخذه بعين الاعتبار هلأ حكيت لنا على صفحة الفيسبوك خلينا نتعرف شو مسماعينا للصفحة شو الشي الفعال فيها كيف عم تحاولوا أنه تدروا تستقطبوا يعني نشوف فعلا ولاد الغار عندهم صفحات وعم يدخلوا ياما صفحاتهم الخاصة أو صفحات أهليهم؟ صفحة باسم مجلة أسامة طبعا ننشر فيها بالدرجة الأولى كل عدد يصدر ننشر مواد هذا العدد كل مادة في منشور مستقل النص من جهة والرسوم من جهة أخرى أيضا في هذه الصفحة كل ما يتعلق بأنشطة المجلة التي نقوم بها مع الأطفال أيضا توثق على هذه الصفحة نتلقى من خلالها الرسائل سواء رسائل الأهالي من جهة أو الأطفال أو حتى رسائل الكتاب الذين يمشرون في المجلة وأيضا الرسامين دائما مثل ما قلنا أنه في صفحة على فيسبوك الرسائل اللي عم تجيكم دائما بتكون مؤثرة من الأطفال وخاصة المتعلقين بمجلة أسامة خليني إسألك سؤال شخصي أدي إليك عم تشطل مجلة أسامة كرئيس تحرير وهل استفدت من خبرة اللي كان لقبلك هل كنت تسمع كيف كان هي شي يعني وراثي ومكتسب خلينا نقول محبة ل مجلة أنه كلنا عشناها كلنا عشنا هي الطفولة ما طبعا أنا تشرفت بالعمل في هذه المجلة منذ أربع سنوات طبعا بالتأكيد مجلة أسامة عبر هذا التاريخ الطويل هناك عدة إدارات يعني مرت على هذه المجلة كل إدارة قدمت إضافة معينة أنا بالتأكيد رجعت إلى كل ما فعلته الإدارات السابقة بالتالي استفدت من خبرات الجميع لا أستطيع أن ألغي ما سبق بالعكس يعني هناك علاقة تكاملية حتى نستطيع في النهاية أن نخطو إلى الأمام فبالتالي كل يعني رئيس تحرير مرة على هذه المجلة قدم إضافة فأنا أشكرهم جميعا بالتأكيد كله كان له بصمته الخاصة مثل ما ذكرت حضرتك اليوم مجلة أسامة شو هي أكثر الصعوبات اللي عم تواجهها وخصيصا بفترة الحرب يعني كان فيه صعوبات فعلا يعني ما كان فيه هاي الراحة النفسية للأطفال أو للأهل لحتى أنه هنا يهتموا بوجود القصة المجلة يتذكروا أنه هنا يجيبوها في يوم خبرنا عن صعوباتكم يعني بالتأكيد نحاول من خلال الهيئة العامة السورية للكتاب التي تتبع لها المجلة أن نذلل كثير من الصعوبات التي تمر بنا لعل أبرزها هو يعني نطمح نحن إلى أن تصل هذه المجلة إلى كل طفل سوري هذا الأمر يحتاج إلى خطة مدروسة سواء من حيث طريقة التوزيع يعني أسلوب التوزيع بحيث أن يكون أسلوب فعال نضمن من خلاله أن يحصل كل طفل على نسخة من هذه المجلة من كل عدد جديد هذا الأمر نعمل عليه رويدا رويدا رغم كل الظروف الشيء الجميل أنه يعني في أحلاك الظروف التي مرت لم تتوقف مجلة أسامة عن الصدور خاصة بالصعوبات النشر والتوزيع والطباعة لأنه بنعرف كمان صارت مشكلة بقصة الطباعة بفترة من الفترات تماما يعني في سنوات الأزمة جميعا المجلة تصدر بانتظام في موعدها كل شهر بحب يعني هناك فريق يعمل بحب بتعاون الآن المنتج يعني أصبح يضاهي كثير من المجلات العربية الموجودة في الساحة يعني إن شاء الله في الأيام القادمة ستكون هذه المجلة مع الأطفال في المدارس وفي كل مكان إن شاء الله عم تتوزع مجلة أسامة بكل المحافظات السورية تماما وموجودة بوقع من العالم بيقدروا إلى أول المجلة يعني بالدرجة الأولى في المراكز الثقافية في المحافظات وأيضا في المكتبات بالمكتبات نعم تماما فإن لم يجدها في المكتبة قد تكون موجودة في المركز الثقافي إضافة إلى ذلك يعني أنا أدعو من هنا مقر مجلة أسامة في دمشق يرحب يعني بكل طفل يأتي إلى المجلة ويأخذ نسخة مجانا نعم يعني مدعي كل طفل أكيد ميسان حابب كمان يشارك أنت الأهل كمان لا يذكروا هذا الأهل قبلوا الأطفال ما تتدير هيك وأكيد يزوروا المعارض الأول الفني اللي مقام بمكتبة الأسد مثل ما قلنا خلوا أهليكن ياخدوكن شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق لكل كادر مجلة أسامة شكرا جزيلا شكرا للإخبار شكرا كثير لكم ومتمنى لكم كل التوفيق